نقش المكتب التنفيذي في مديرية رضون بمحافظة شبوة في اجتماعه برئاسة مدير عام المديرية هادي الخرمة عدد من تقارير نشاط أداء مكتبي الأشغال العامة والطرق والزراعة والريب المديرية والقضاء المتعلقة ببعض المستجدات في المديرية والتي تم بصددها اتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة وأكد تنفيذية المديرية على ضرورة سرعة استئناف واستكمال العمل في مشاريع عدد من الطرق بالمديرية ومشاريع الربط الكهربائي للمناطق المستهدفة من محطة كهرباء بالحاف مشددا على أهمية وضرورة تنسيق المنظمات الداعبة للتنمية في المديرية مع الجهات المختصة